من هو هاجانيزوكا هوتارو؟ هاجانيزوكا هو فرد من ذوات الدم الحار، يبدو أنه لا يولي سوى القليل من الاهتمام، إن وجد لأي شيء آخر غير السيوف التي يصنعها، شغفه بالسيوف قوي جدا لدرجة أنه يمكنه التحدث عنها لفترات طويلة من الزمن، وهي سمة فريدة حتى بين سكان قرية الحدادين نفس الشغف الذي يمنحه الحماس والتفاني الشديدة في صنع السيوف هو أيضا سبب غضبه بسهولة بطريقة كوميدية عادة تجاه المبارزين الذين يكسرون إبداعاته، وخاصة تانجيرو كامادو بغض النظر عن الظروف عندما يغضب، يعتاد أن يهدأ عن طريق تناول ميتراش دانجو أو مطالبة الآخرين بدغدغته، تبين لاحقا أن مهاراته وتركيزه على السيوف هائلة جدا لدرجة أنه سيفقد العملاء بسبب سلوكه الغريب والمعادي للمجتمع، وهو في الواقع سعيد لأن تانجيرو لا يزال يثق به في صنع سيوفه، كما يمنعه تركيزه من الاهتمام بما يحيط به عند تشكيل شفرة لائقة، حتى عندما يهاجمه الشيطان اشتركوا في القناة